أنا ماكير مكياج سينمائي مدربة معتمدة من المص العامة للتدريب التقني والمهني في جدة حبيت المكياج السينمائي بدأت فيه أخذت دورات كيف الموضوع؟ عشكته عشكته بجنوني أتوقع ممكن من شغلة تستوعب الكلام اللي أنا بقوله أنا يعجبني الصراحة أنه الناس اللي تحب شي تحولوا إلى مهنة بيكون عطاءها فيه أكبر ومميز أكتر هو طبعا أنا امتهنته الحمد لله يعني ما هو أنه مجرد يعني يلبو مجرد أنه فن أني أنا قوم بيه خلاص لا أنا الحمد لله عندي أعمال من سلسلات أفلام في عيني عندي برامج تلفزيونية في عندي سكيتشات يعني يوتيوبية في إعلانات تجارية بعدين في حاجة ونقطة مرة مهمة اللي هي أنه المكياج السينمائي عادة أغلب أغلب الناس معتقدين أنه هو بس اللي هو جرح حرق تقطيع الكلام ده كله لا المكياج السينمائي حتى المكياج البيوتي اللي أنا وإنتي بنحطه لازم له طريقة معينة يتحط بها عشان الكاميرا تقدر تستقبله ويعني ما تضرب تضع الكاميرا بالضبط ما يصير شكله سيء وإحنا نعرف طبعا أنه لوكيشن التصوير بيكون إضاءاته مختلفة بيكون حتى جوه مختلف يمكن هذا اللي بيخلي فيه تخصص للمكياج السينمائي إيش أهم الأشياء اللي بتتعامل يعني غير الندوب والجروح وكده إيش أهم الأشياء مثلاً أكيد بتحتاجوا تغيروا شخصية من شخصية إلى شخصية تناسب دورها في المسلسل أو الفيلم طبعاً أحياناً مثلاً ننطالب إننا شاب صغير في عمر معين نبغى نكبره عشر سنين قدام فلازم إنه نحن نحرك شوية في ملامح وجهه أو حتى مثلاً واحد لأ نبغى نكبر خشمه نبغى مثلاً نعمله جرح كده بس خفيف ما هو واضح مرة يعني أشياء بسيطة كده هي طبعاً تختم العمل سواء مسلسل أو فيلم لازم منها طب لو في مشاكل في البشرة بعض الممثلات ممكن تعاني منها برضو هذي تشتغلوا عليها بحيث إنها تظهر يعني أفهم إنه كلهم بشرتهم حلوة ولا أنتوا بتصبطوهم لا هو طبعاً أكيد لازم هي تكون مهتمة بداية أوكي وإحنا أكيد بنهيق لها البشرة يعني قبل ما نبدأ في الميكاب بنحط لها كريمات وبنحط لها يعني يعني أشياء مرة كتير عارفة ما إنه على طول بحط لها الشغل عشان هي كمان بشرتها لو متحسسة تهدأ أو حتى إنه ممكن أحط لها كريمات وقايا يعني الأشياء عارفة اللي هي تهدي البشرة وطبعاً كونسلر ويخاف عيوب والكلام ده كله بحيث إن أنا أطل لك يا روس طيب راني هذا ما شاء الله نموذج من شغلك أياه هنا هذي ندبات جرح أنت عاملها؟ لا من جرح تقدر تقولي حرق أه حرق أيوه طبعاً الحرق عموماً بشكل عام بيكون شوية أبرز من طبقة الوجه وفي نفس الوقت يعني عندي درجات طبعاً الحرق الألوان دمج الألوان وطريقة يعني حطته يعني حتى أنا حاولت إنه شوية كمان أجيب من الجهة الثانية أبحث إنه الوجه يعني أوكي محروق بس هنا برضو في آثار من الحرق من الحرق أيوه أيش الخامات اللي بتستخدموها دانية؟ والله أشياء مرة كتير شوفي زمان كنا مثلاً نضطر نيجي من بر أما الآن تعرفين ما شاء الله تبارك الله يعني كل شيء يتوفر عندك مثلاً يعني شركات كتير بتتوفر أشياء المكياج السينوائي طبعاً فيه ألوان بنحتاج أحياناً اللي هو مثلاً نعمل الجلد أو مثلاً طريقة الجلد يعني مثلاً هذا أنا عملته بيدي الجلدة اللي أنت شايفاته كله فيه خامات مرة كتير صراحة كلها طبعاً بتخدم العمل بتخدم أسلوب العمل وفيه أشياء أنا أضطر أن أصنعها بنفسي لأنه حتى في المحلات أو حتى من بره مش موجودة فمثلاً لدور معين أو لشيء معين أنا أضطر أن أصنعها بيدي عشان أوصلها زي مثلاً قبل فترة قبل أسبوع كان عندي إعلان على أبليكيشن أوكي ومضطرين أن نحن نركب له ديقن والأدب ما عنده ديقن ركبت له ديقن بالكامل وشعر وشناب وكل شيء حبه حبه طيب راني يمكن نحن دايماً عندنا حس أن نحن نبنعرف تفاصيل وكواليس الأشياء ده حين أنت لما يجيكي سكريبت أنت اللي بتحددي الشخصية إيش تحتاج أو بيكون فيه تفصيل واضح ومبدئي قبل ما تستلمي السكريبت لا هو طبعاً أكيد بيدون سكريبت من أول وبقرأ وبشوف يعني الشخصية إيش محتاجة بعد كده بتناقش مع المخرج أنا حسوي كده أنا حامل كده نوش عارفه في البعض صراحة يسلمني المركب وخلاص وأنا القائدة فهمتي في بعضهم لا يعني تحسي قلبه مرحار وواقف على راسك وأنا الشخصية هذه حب أنه أيوة أوكي تعال شوف كده ناسبك أيوة فهمتي فأحب الحمد لله يعني دايماً في علاقة حب بيني وبين المخرجين أو علاقة صداقة حميمة الحمد لله مستمرة يعني من سنين طويلة أديك العافية شكراً الله يساعدك وشكراً لك أكيد الإنسان دايماً إحنا بنشوف النماذج الناجحة لما بتكون بتشتغل بحب واختارت شيء هي فعلاً تحبه وتبدأ فيه المكياج السينمائي يمكن أنه مهم في صورة العمل بشكل عام وهو شيء أساسي فيه أيضاً